رضا عبد العالم هتلاقوا دايما وابدا عندنا اصل الحكاية وحب باذن الله تكون فقرة شبه سابتة ان فيه نجوم وفيه قصص وفيه حكايات كتيرة في تاريخ النادي الاهلي الكروي وغير الكروي محتاجة ان احنا نقف فيها على اصل الحكاية ايه بالزبط رضا عبد العالم اول لاعب يجي للاهلي من الزمالك هو سابق او صاحب السابق في هذا المجال اول لاعب يجي للاهلي من الزمالك وده كان بعد ضجة غير طبيعية صفقة احتاسة دوية هائل جدا هناخد رضا من الالف الى الياء نروح للياء الاول اخر رأي الرضا عبد العالم لانه اراء رضا بتصير الجدل مهم جدا ان احنا نتفهمها ومهم جدا ان احنا نقول لكم الراجل مطلوب بالزبط منه نشوف اخر رأي الرضا عبد العالم عن ريني فايلر الراجل بدأ الراجل انا بقول لك ويفتي وخلي بالك ان مطش مبارح ده بداية العقربة لازم يقيد حساباته في واحد زي احمد الشيخ في واحد زي صالح جمعة تاني وواحد زي اللي ما عجبكش فايلر مبارح ان هو دلاتي بقى يحب ويكره بقى ايه يحب ويكره ايش عرفك احمد الشيخ ما يسمى ماشي كويس او يوعب ليه قل لي دي هو اقولك على حاجة الفترة الاخيرة مش عارف جمهوري الان بيكره احمد الشيخ ليه معينه لعيب كورة ده لعيب مزجانجي يا جدعان ده لعيب انا شايف ان انت انت لما سبته ايام من كابتن حسام البدري لما راح المقصة تاني خدها ده في الدول طبعا ده كان رأي كابتن رضا قبل الماتش الطلاع لنفاجأ ان كابتن احمد الشيخ ويلعب الماتش فما فيش حب ولا كورة ما فيش حب ولا كورة طبعا لكن زي ما احنا قلنا هو انت عايز ايم الماتش عايز ايم المنافس من الطرف المقابل عايز ايه يعني بيبقى احتياجات لكن هو طبعا كابتن رضا واضح انه بيحب اللعيب الحريف عنده مقاس معين عنده مقاس في اللعيبة بيحب يشوفها بيشعر يعني ممكن يبقى زعلان ان هو ما شوفهاش فيقول كده رغم ان كل قراءه السابقة ثم اللحقة يعني ما بتقولش ان في حب وكورة طيب رضا عبدالعال كلاعب ايه ما سرته مع الاهل وايه ما سرته مع الزمالك عشان تقرفوا مين بيحسبه على الاهل ومين بيحسبه على الزمالك لعب هنا قد ايه ولعب هنا قد ايه عمل هنا ايه وعمل هنا ايه مع النادي الاهلي منذ ان جاء للاهلي في يوليو تلاتة وتسعين لعب مع الاهلي خمس مواسم في خمس مواسم خد عشر بطولات عشر بطولات في خمس مواسم فيهم خمس دوري وبطولة كاس مصر واربع بطولات عربية اذا عشرة في خمسة مع الزمالك رضا كان لعب ست مواسم حقق فيها ست بطولات يعني عطاء رضا موسمين بطولتين كل موسم في الآلي عطاء رضا بطولة كل موسم في الزمالك ست بطولات في ست مواسم فيهم ثلاثة دوري واثنين كاس مصر وبطولة أفرق أسوية رضا عبد العال كان نجم لامع في الزمالك مؤثر جدا في مباراة آخر مباراة له للقمة كان سجل هدف مهم جدا في الآلي كان آخر هدف له مع الآلي مع الزمالك بعدها ارتدى الفن الله الحمرة ولما ارتدى الفن الله الحمرة للي ما عصرش فيكم الفترة دي أو لا يتذكرها كانت ضجة جامدة جدا كنت صاحب انفراد أنا في الأخبار لعلك تذكر ده في عشرة سبعة تلاتة وتسعين في خبر أحدث زوية هائل في أخبار اليوم رضا عبد العالي ينضم للأهلي مقابل ماتين خمسة وعشرين ألف جنيه ولو الكاميرا كبرت الكلام شوية هتلاقوا ده حدث في منزل عدل القيعي على ضفاف النيل إلا حصل هو المقابل مش متين خمسة وعشرين ده عاجها تفكير قلت له ليه قلت له ده أول لعيب حناخده من زمالك هم خد طول عمرهم بياخدوا مننا لعيب ده أول لعيب حاجلنا من زمالك قلت له يا كابتن عقده خلص وهو مصري يعني الراجل جالي لحد البيت فأنا ما يعني شايف إنها وكابتن رضا على فكرة ما كان في شركة المياه القاهرة ولا النيل المياه المياه أو شركة النيل للأدوية النيل للأدوية حاجة كده أيها النيل للأدوية الرجل الكبير مازال مجهولة كنت أنا حتى ساعتها في تعبير الرجل الكبير الكلام ده من 27 سنة الرجل الكبير في الصفقة وقال بعدها في الأخبار من أجل عيون الآلي رضا يتعاهد اليوم بدفع حصة الزمالك قبل 8 أغسطس القضية ساعتها يعني اكتذبت اهتمام كبار الكتاب أذكر إن الأستاذ سعيد سنبل عليها رحمة الله رئيس سحرير الأخبار وقتها كتب مقالته السياسية في الأخبار صباح الخير عن قضية رضا عبد العال الإزاعية الكبيرة أمال فاهمي في الإزاعية عملت حلقة كاملة عن رضا عبد العال وعندك الكواليس لا هو طبعا حدث لعب بقيمة الكابت الرضا فجأة فجأة في يوم الناس كلها بتكلم ونراح النادي لأهلي هو اللي حصل أن تلقي التليفون بسرعة بقى عشان نلحق لإنفاض العشر ده وحاجة زي كده اتفاض تلقي التليفون اه من الشخصية اللي بيسموه الرجل الكبير ايوا اه كابتر رضا عايز يجي لأهلي قلت له ابني انت بتتكلم في ايه طب مقاني لأهلي ان احنا لقول لا لا معلش هو صاحب الشاق هو يبقى يقول طي او كابتر رضا يقول تمام وممكن يكون آهلي اه فقال لي أنا أنا بص قلت له طب اسمع بقى قلت لأنا مش عايز برضو أن النادي الآهلي تاخذ سلمة اي يكون في مشكلة وتيجي تقول لي رضا بعدين أبصها لأيه ان يعني قال لي طيب متعايز قلت له أنا بيتي قدام اتحاد الكورة شو معك دلوقتي قلت له أنا حراو دلوقتي كانت واحدة لربع واحدة قلت له حكون مستنيكوا واحدة في البيت لأن أنا بيتي قدام النادي الآهلي على طول واحدة بالليل واحدة الضه واحدة الضه واحدة الضه اه يعني هو جالك خبط عليك بالنهار ولا الليلة اللي قبلها هي هي ساعتها ساعة المكالمة اه ساعة المكالمة تمام فقلت له انت متأكد خليه جي لي جهارا النهارا اه فجابه جي اه عادي مع كابت الرضا وجه اللي وجه عندي في البيت اه ايه كابت الرضا انت فعلا عايزة تيجي النادي الآهلي قلت له طيب انت عارف هيترطب على كده ايه حكي لي ايه اللي يعني قال لي هو انت عايزينه ولا مش عايزينه قلت له لا اصلي فيه حاجات معينة يعني انت ايه انت عارف النادي اللي قال لي حديك كام قال لي انا مدىي لان يعني اتعملت معاملة ما بقتش المسألة كورة بالنسبة لي ولا فلوس انا عرضوا علي 75 طلبت 100 ما معناها عادت 4 ساعات وبعدين كده قال لي الباب يفوت جب ما معناها يعني ده قرار نهائي انا بقى عمال افكر ونزيمه ازاي قلت له قصي دي بتقتضي منك انك تكتب تلات جوابات واحدة للمنطقة واحدة للاتحاد واحدة لنادي يا زمالك بتقول حيث ان ده تبقى لللاحة وقتها ايه ان اللاحة كانت بتقول ايه عقدك خالص من حقي ناديك الاصلي يديك اوفر او يديك عرض انه يجددلك ما تقدرش تعمل حاجة الا لكنت اخترته انك مش هتجدد ايه قلت له اذا لازم تختر النادي بتاعك انك مش هتجدد ايه صورة للاتحاد وصورة للمنطقة قال لي اكتب وانا امضيلك ما بيتنقشش في حاجة جبت تلات وراءة نويلها اه تاك تاك كتب مليته وهو كتب وراح ماضي اه ايه قال لي لي اروح وديها قلت له لأ انت اللي حق يعني وبعدين فكرت طيب انا هبعتهم هبعتهم بطريقة رسمة بس انت كمان تطلع من عندي تبلغ شافوا انك عايز مصر كلها تعرف ان انت ده قرارك قبل ما اعمل اي تصرف قال لي خلاص اللي انت عايز قلتولي طيب انت فاهم بالنادي اللي قال لي هايديك ايه هايديك ميت كابتر رضا بس عارف اللي حب تقول ايه بتقول خمسين ليك واربعين لنادي الزمالك وعشر الاتحاد يعني اللي حيوصل لك مش خمسة وسبعين الزمالك انا هايديك خمسة وسبعين انا هايديك خمسين مش هنديك اكتر من كده دي طلباتك قال لي اه قلتولي الاهل مش هيدفع اكتر من مية قال لي انا ما طلبتش منكو حاجة اه ماشي كلمت لكابتن صالح لقيت التحفز ده قلتولي اهدي قلتولي اهدي اول حد يجي لنا من الزمالك قلتولي كابتن بص الرجل مضى ثلاث ورقات اه وحيعلن ان هو خلاص عايز يجي لنا ومتمسك بالنادي الاهل قال لي طب سيب ارجعه ولجنة النظام بقى بتاعه قلتولي بس بسرعة لان بكرا لازم بقى فيه قرار في هذا الامر قال لي اوكي هنا بقى انت بتقول ده اول لاعب واول مرة اتحاد الكرة ولجنة شؤوني اللاعبين اول قائمة بعملية الاحتراف لان الاحتراف كان جديد فكانوا عاملين لجنة ثلاثية كابتن حمادة وكابتن اه عزة تبروس وكابتن عبد المنعم الحج مسؤولين عن حطوا نظام للاحتراف فكان النظام اللي حطينه هو النظام اللي انا بحكيه ده انك انت النادي يقول رقم ما يزودش عليه يعني مش من حق انه يعمل مزايدة ان ال حتدي للعب بتاعك رقم اذا ما عجبوش يخترك وسلاموا عليكم عقده خلص راحوا اخدين قرار لما الدنيا هاجد بقى لأ من حق النادي الاصلي انه ياخد فرصة تانية هو يزايد عن رقم اللي كان حط راح نادي الزمالك حط من خمسة وسبعين ستمية خمسة وعشرين اه ستمية خمسة وعشرين عشرة في المية لاتحاد الكورة لاتحاد الكورة 40% لنادي زمالك حتتخصم يبقى نادي الزمالك حيدفع 10% حيدفع 60% من المبلغ ده ايه 50 للكابتن رضو عشرة لاتحاد الكورة لان العشرة التانية دي بتاعت الزمالك طب افرد اللعب صمم على الاهل ايه حيتحمل الـ 625 فبقى الاهل اللي كان عامل حسابه ان حيدفع 100000 وما كانش فيه لعيب بيزيد عن 100000 اه ده هو شوف الخلاف الزمالك على 25000 مفيش الارقام دي هي كاتل الارقام ان يعني يحط لك حاجة غير قابلة للتنفيذ الاهل المتحفز على الفكرة انا جايلك بقى هيدفع 625 انا جايلك بقى اه انا بحكي لك ومس عشان الهي اه لا رحت الكامتن طاري قلت له حصل كذا جاوب جنة بقى طبعا الوطع اتغير خالص طبعا فالكامتن طاري قال لي ايه طبعا 25 يعني ايه قلت له دلوقتي هم عاملين في اتحاد الكورة اجتماع وعاديين الكابتن رضا والكابتن رضا هيروح له معاه محامي عشان يسألوه قادي عرضة نادي زمالك راقي رأيك فيه ايه انا فاكر كنا واقفين منتظرين يقول ايه فجئنا بكابتن رضا دخل النادي الاهلي اه ودخل كابتن طاري معايا وهو دخل اه قلهم دلوقتي انا راح نادي فقاله يا رضا انت عارف انت هتاخد كم من المبلغ ده وراح يقوله الرقم اللي هو بيمثل 50 في المئة من المبلغ ده اه يعني هو لو قال نعم للزمالك هياخد 300 الف جنيه من الزمالك طريبا الاول 10 في المئة تخصمه اوكي 65 الف هترسي على اه 260 هياخد اه اه 560 هترسي على ال 560 يبقى 200 وحدة اه 280 الف بعد ما كان 25 الف فقال لي والزمالك خلي بالك يا رضا احنا مش هندفع غير المئة الف والزمالك هيبقى عايز منك 25 الف اه قال له يا كابتن انا هوا انتو مش عايزيني ولا ايه بعد كل ده بصر الكابتن طري هوا انتو مش عايزيني ولا ايه يا كابتن ايه الكلام ده فالكابتن طري بصر له قال له يعني انت هتاخد 50 الف من الاهل وبالضحي ب360 والخمشمية اه وتيجي تلعب في النادي اهل وفي لسه مبلغ مش عارفين حتسدد ازاي قال له انا طلبت منكو حاجة ابتدت عينية رغرة مش عايزيني ولا ايه انا من يوميها وبقدره الحقيقة يعني مهما قال من اراء لا لا هو بيقولها من فيها نوع من اللون المختلف لكنه جدير بالاحترام هو قال له لا 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 ازاي وصلت للدرجة دي عايزينك جدا وفرحانين بيه كابتن طرق حضنوا ساعتك حضنوا انت رايح اتحاد الكورة القرار اللي هتاخده احنا سندينك فيه اه طبعا ما هو كابتن طرق برضو اشعار في الضغوط اللي هتعرض لها ايه ده جزاء الاخلاص اخلاص القرار يا رضا اللي انت هتاخده معاك انت احنا احنا فرحانين بيك والقرار اللي هتاخده الله احنا هنسندك فيه الله راح كابتن رضا ورجع حتى لو هتها 625 ألف انا اللي اعلامه ان الـ 225 ألف جنيه اتجمعت من نادي من باتيم هم اظنوا من باتيم هم اه من باتيم من التجار ومحبي رضا عبد العال مش الاهلوية بقى من محبي رضا عبد العال طبعا المعظمهم اهلوية لكن فيه جزء منهم لان كان اثناء الفطرة دي بقى اتنشرت بعض الصور غير لقيقة واللي عردت به وعلى قصرته صحيح وصورتهم اه انا رحتل البيت عملتل حديث ساعتها على الجزئية دي تحديدا اه وهي دي كانت كانت اللي يعني خلاص رائع جمع المبلغ في يومين واتدفع له هم وبعد كده اول سنة فعلا الرضا ما اخدش غير المبلغ ده من نادي الاهلي الاهلي سدت بقى العشرة في المية لاتحاد الكورة هم وبعد كده كابتن رضا كمل في النادي الاهلي ما اعرفش بقى مصير اه زم انت بتقول خد عشرة بطولات وكان له مسيرة نجحة بس هو كابتن رضا نفسه اما بيجي بقى يتكلم على سياسة الاهلي فيقولك الاهلي ما بيقافش على حد حد قريب يعني بعد كل الكلام اللي بيقوله انه كان عايز يعني يكمل او كان يتعامل من وجه نظر بشكل فني احسن من اللي كان بس المنافسة جامدة في النادي الاهلي اه ويقول ويقول كده مفيش لعيب يقدر يضغط عن نادي الاهلي الاهلي مش بتاع الكلام ده يعني هو عالف الكلام ده يعني في لحظة التقييم الموضوعي بيدي الاهلي حق شف لحظة الخيار وانا عشان كده بقولكو انا شفت رضا عبدالعالب بنفسه وهو بينطق في اتحاده كرة الاهلي هتديك كذا والزمالك هتديك كذا يضحب ستمائة الف جنيه ويختار الاهلي اللي ياخد منه خمسين الف لكن خد منه حب ومجد وقيمة واحترام وتاريخ عشان كده مهما كانت رضا عبدالعال لقرأة فنية ممكن تغضب البعض يبقى رضا عبدالعال لون لون مختلف في التحليل لون مختلف في التعبير تقبله او ترفضه لكنه ده لونه وده اداءه لكن على المستوى الحقيقي لا الراجل اختار الاهلي واختار الاهلي بصدق واختار الاهلي بدمعة فاختاره الاهلي خلي بالك اي لعيب مبدع بيبقى حساسي غير طبيعي من اجل الاخلاص للاعب رغبة في الاهلي في هذا الصحر معظم اللعيب المبدعين لا تأدير الاهلي لمن يقدره معظم اللعيب المبدعين بيبقوا عندهم احساس زايد صحيح بيتأثروا